بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن الفيديو الثالث في الهيستولوجي اوف زا اي وهنتكلم على وجه الخصوص في الليير اللي في النص اللي بنسميها الفاسكولر لير فيلا نبدأ بسم الله مبدئيا طبعا دي الصورة اللي المفروض حضرتك تكون حافظتها لغيط دلوقتي الاي من بره قلنا دي اللي سكلير والجزء الملون ده بنسميه الايرس والفاتحة دي بنسميها البيوبل لو جينا طلعنا الايبول ده من عين الراجل ده وبدأنا ناخد فيها قط سيكشن كده او قطاع عشان نشوف بتتكون من ايه هنلاقي ان هي بتتكون من ثلاثة لير الاوتر والميدل والانر لير الاوتر لير اي حاجة بتبقى اوتر يعني باستخدمها للحماية ويكأن حضرتك عامل صور حوالين البيت بتاعك بتعمل الصور حواليه من بره عشان تحمي البيت وما فيش حد غريب يقدر يقش البيت بسهولة يبقى ده الاوتر لير الاوتر بنسميها الاوتر فايبرس بروتيكتينج لير ودي بتتكون من الاسكليرا دير ميدور والغاية ما نيجي عند السوتس اللي قدام بتتحول الى كورنيا والكورنيا دي بتبقى ترانسبارنت يعني شفافة عشان الضوء يقدر يخش منها اللير التانية اللي في النص اللي بنسميها الميدل فاسكولر لير ومن اسمها ميدل لانها في النص وفاسكولر لانها بتحتوي على بلاط فيسل كتير وبتحتوي على بلاط فيسل عشان تغذي الاي بول او الاي ستركشن لاتركبات بتاعت الاي اللي من اهمها طبعا من اهم التركيبات دي هي الريتنا اللي هي الانر لير ودي طبعا الريتنا اللي هي شغل لعين كله اصلا اننا لما الدوء يسقط على اللينس او يعد من الكورنيا وبعد كده يعد من اللينس وبعد كده يسقط على الريتنا اللي هي بتلاينين يعني بتبطن كل الايبول من جوة اللي هي الطبعة الصفرة دي بيتمسالها بالطبعة الصفرة دي هي دي طبعا الريتنا فلما تضيق عليها تبدأ الريتنا دي تعمل أكشن بوتينشل وإنبالس والإنبالس دي أو الأكشن بوتينشل تروح من الأوبتيك نيرف تروح للسين نيس بتحضرتك أو الفيجوال كورتيكس عشان تقدر تترجم الرؤية دي وتشوف كويس إذن يعني العمل الأساسي أو الشغل الأساسي أو الحاجة الأساسية أصلا في العين هي الريتنا فأنا عملت الفاسكولرالير اللي في النص دي عشان أغذي أصلا أصلا الريتنا اللي هي الجزء الوظيفي اللي في العين طيب الميد الفاسكولرالير ودي اللي هنتكلم عليها النهاردة بالتفاصيل بتتكون من ثلاث حاجات جزء بنسميه الكورويد الكورويد والكورويد يعني المشيمة زي المشيمة زي البلاسينتا كده بتاعة البيبي الصغير أو الفيتس الجنين اللي بيكون في بطن أمه فهي بتغذيه كذلك برضو الكورويد ديت اللي هي المشيمة بتغذي العين عملة زي المشيمة بتاعة الفيتس اللي هي بتغذيه وكذلك دي برضو بتاعة العين بتغذيه يبقى ترمى من اسمها كده كورويد يعني مشيمة يعني بتغذي يعني مليانة بلاد فيسلز ما هتغذيه بإيه؟ بقى هتغذيه ببلاد فيسلز إذن هي مليانة ببلاد فيسلز الكورويد دي مش هي بس الوحيدة اللي موجودة في الميدلير لا الكورويد دي بتيجي من قدام كده بيبقى فيها تركيب تاني بنسميه expansion expansion يعني امتداد او بروس كده اللي بنسميه ciliary body يبقى هذا الexpansion ده بنسميه ciliary body زي ما هو ده ويه ciliary body ده بنزل منه حاجات زي زي خيوط رفائعة كده او ligaments صغيرة كده اللي بنسميها suspensory ligaments يبقى دي suspensory ligaments دي الخيوط رفائعة طبعا ليه عشان تمسك اللينز زي ما اتفقنا وكلمنا عن اللينز المره اللي فاتت قلنا ان هي بتمسك في الكابسول بتاع اللينز عشان تصص suspense او تعلق او او تضع اللينز في ال position ده كويس بقى ده suspensory اللي جمت لنزل منه من ciliary body ده ciliary body ومن قدام هتلاقي فيه بروس كده البروس ده طبعا ده الميدور ولكن احنا واضحين هنا كده في section فيباني انه هو حاجة كده اللي هو احنا عارفينه طبعا الجزء الملون اللي بنسميه الiris ده يبقى ده الiris اذا يبقى الميدل فاسكولر لير التلات تركيبات اللي نتكلم عنهم هو الكرويد بعد كده ciliary body بعد كده الiris طيب هنا بدأ يقولك ان الميدل فاسكولر لير قلنا هي ميدل لانها في النص ما بين outer protecting fibres لير وما بين inner nervous لير اللي هي بتشتغل اصلا اللي هي الريتما بالتالي هي ميدل يعني وسطيهم وفاسكولر قلنا لانها هي المغزي للأي او المغزي الرئيسي للأي بالفيساس فلازم تبقى فاسكولر لير فبيقولك ان اللير دي بتتكوى من ثلاثة بارتس from anterior to posterior يعني لو بناه من الرسمة دي تانية من anterior كده وانت ماشي posterior هتلاقي فيه الiris يبقى ده الجزء الiris اللي قلناه الجزء اللي بيبقى ملون اللي بيسموه قضاحية العين ie اوكي يبقى ده الicks الرقم أحب بالرقم 3 ده والاقس ده الجزء المنتفخ ده و بنسميه سيلياريباضي لانه بيبقى جواه مصل بنسميها سيلياري مصل عمنا زى السيليا كده كويس يبقى ده السيلياريباضي والسيلياريباض ده كمان لازم تفتكر ان بينزل منه زى لجيمس كده تمسك فيه اللينز كابسول عشان تي خلي الكابسول ده في البوزيشن بتخلي اللينز ده في البوزيشن بتاعه كويس وفيه طبعا فيه شراشيب يعني قبل اللينز ده هتلاقي حاجة زى البروجيكشن كده حاجة خارجة من طبعا الصورة ده تبقى اوضح دي الصغير اللي قبل اللي اوكي دي دي اللي قبل الايه قبل اللي جيمس دي ما تنزل كده حاجة دي بنسميها سيلياري بروسس بروسس يعني زواعد كده فبنسميها السيلياري بروسس كويس والسيلياري بروسس ده اللي كان يبقى تصنع سائل اللي بنسميه طيب يبقى ازا بتتكاون من ثلاثة من انتيرو لبستيرو الايرس الجزء الملون والسيلياري باضي قلنا السيلياري باضي ده بيمتد منه حاجة بنسميها سيلياري بروسس وبيمتد منه اللي بتمسك اللينز اللي بتمسك في الكابسول بتاع اللينز وبعد كده القرويد طبعا اللي هي الورا طبعا ودي اللي فيها الكتير اللي بتغذي العين بشكل رئيس اللي سليك سميناها قرويد يعني ماشيمة يعني مغزية نمسك تركيب تركيب اول تركيب اللي هو الايرس طبعا الايرس انت حضرتك عارف ان هو الجزء الملون كويس ده معلومة كويسة ان انت حضرتك عارف ان هو الجزء الملون وهو الجزء الامامي لما جينا قلنا نجيب التلائي اللير دي من قدام الورا قلنا اول حاجة الايرس فبيقولك ان الايرس ده it represents the anterior part of the vascular layer طبعا احنا عارفين ان هي anterior part of the vascular layer بدليل ان ده طبعا كانت ايه الايرس وهي اول حاجة في vascular layer بعد كده السيلياري باضي بعد كده الكرويد كويس كويس يبقى بيتمثل ايه الانتيريور part بتاع ال vascular layer it is perforated at center by the pupil وبيقولك ان هي perforated يعني مخرومة في النص بتاعها في السنتر بتاعها بحاجة اللي بنسميها البيوبل او الفتحة اللي هي البيوبل زي ما قلنا دي طبعا اللي هي في النص مخرومة هي طبعا مش مخرومة وده تركيب يعني اوكي بس وعشان يوصف لك بولك ان هي مخرومة من نص كده الخرم ده او السقب ده بنسميه البيوبل كويس با ده البيوبل اللي هو العين كويس با هي الانتيريور part وهي perforated من السنتر بحاجة بنسميها البيوبل طب لما نيجي على تركيبها هي بقى هتلاقي ان هي it is formal of 3 حاجة اسمها anterior surface هنتكلم على الانتيريور سيرفس وبعد كده الاسترومة اللي هو الجسمي يعني بتاعها والبوستيريور سيرفس الوجه الامامي والوجه الخلفي والجسم بتاعها من جوه كويس الانتيريور سيرفس it is non covered by epithelium يعني هو مش مغطب epithelium كده لا هتلاقي ان هو بيتكون الانتيريور سيرفس ده يعني لو عربت بقى تحت الميكوسكوب وخدت سيكشن كده وبصيت وكبرت هتلاقي ان هو مش بيتكون من epithelium كويس بقت الانتيريور سيرفس طبعا الانتيريور سيرفس طبعا الانتيريور سيرفس اللي فيها ايه اللي فيها حاجتين مهمين الفايبر بلاست والميلانوسايتس هتلاقي طبعا الحاجات الصمرة دي هي الايه هي الميلانوسايتس والفايبر بلاست بعد الخلاق الفايبر بلاست اللي بتصنع الفايبر ده كان الانتيريور سيرفس لما نيجي عندي الاسترومة اصلا او الجسم الاساسي هتلاقي ان هي طبعا الاسترومة مواضحة يعني ان يبتكون من connective tissue بس ميزة ال connective tissue ده عن غيره ان هو bigmented يعني فيه bigments فيه bigment وفاكر لما قلنا ان الايريس ده هو الجزء الملون ال color the part بتاع الاي طب ايه اللي خلى الجزء ده ملون قالك نتيجة وجود bigment نتيجة لوجود bigment اذا يبقى الاسترومة بتاعته لازم تكون connective tissue بس لازم تكون bigmented يعني فيها bigments وال bigments دي اختلاف ال concentration بتاعها هو اللي بيدي اللون بتاع العين او بتاع القضاحية بتاع العين دي حد تلاقي لون عينه بتاع ده اخضر حد تلاقي لون عينه ومش عارف ازرق وبتاع ده وعسلي والالوان الغريبة دي يبقى ال connective tissue bigmented كويس وبيبقى فاسكولر طبعا فاسكولر لان احنا اعيلين اصلا ان اللير احنا فلير كلها فاسكولر سواء كانت الايرس سواء كانت السيدياري بادي سواء كانت الكرويد احنا حضرتك بنتكلم في ال middle vascular ده اسمها بيدل عليها يا عم يبقى ال connective tissue ده bigmented و vascular lose حاجة كده ايه في الراوان كده lose كويس يبقى الاستروماثور من lose vascular pigmented connective tissue بتكونتين ايه بقى عضلتين مهمين جدا مش بس في التركيب تاع الاستولوجي ولكن في الطب في الطب العين كله يبقى العضلتين ده هم مهمين ان حضرتك لازم 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 تبقى عارفهم هم بينسموهم ايه هم عضلتين ايشي واحدة بنسميها كونيستريكتور بيوبيلي muscle والتانية بنسميها دايليتور بيوبيلي muscle وهم طبعا الاثنين smooth muscle مش يا عشان ما تطلق باشا يبقى الاثنين بتكونوا من smooth muscles من smooth muscle يعني لان انا عند المسل في الجسم عبارة عن ثلاث انواع حاجة بنسميها استرياتيد muscle يعني عضلات مخططة زي العضلات الاسكيلتال كده العضلات بتاع البايسيرس والترايسيرس والكلام الجميل ده وبعد كده في عضلات بنسميها smooth muscle وديه طبعا اللي بتكون الفيسرا والحاجات الامعاء والمعدة والاصافيجاس والكلام ده قليته وفيه النوع الثالث اللي بنسميه الcardiac muscle اللي هي طبعا عضلات الهارت كده عضلات الهارت اللي بنسميه اذا انا عندي ثلاث انواع من المسل smooth muscle وعندي الاسكيلتال muscle وعندي الcardiac muscle مليش دعوة باول اثنين اللي هي دعوة بالثموس muscle هذه اللي smooth muscle بيتكون اللي هي موجودة فين موجودة في الاستراما بتاع العين بتعمل لي نوعين من العضلات نوع بنسميه كونستريكتور بيوبيلي muscle طبعا والاسم هنا ايه كونستريكتور اندو ديليتور بيوبيلي muscle ولكن الاسم بتاعها بيبقى كونستريكتور بيوبيلي muscle والتانية بنسميها ديليتور بيوبيلي muscle الكونستريكتور من اسمها يعني قابضة يبقى كونستريكتور بيوبيلي والبيوبيلي اللي هي جاي من البيوبيل البيوبيل طبعا اللي هو السقب يعني ايه يعني قابضة للبيوبيل يعني مضيقة للبيوبيل يبقى كونستريكتور بيوبيلي muscle يعني المصل القابضة والمضيقة للبيوبيلي هي اللي بتضيع الفاتحة بتاع العين طيب الديليتور ديليتور يعني فاتحة يعني بتوسع وبيوبيل برضو يعني بتوسع البيوبيل ومصل يعني المصل يبقى المصل اللي بتوسع البيوبيل والمصل اللي بتضيق البيوبيل انا عندي نوعين من المصل واحدة بتوسع البيوبيل الفتحة بتاع العين اللي بنسميها البيوبيل والتانية بتضيق الفتحة اللي بيدخل منها الضوء للعين اللي برضو بنسميها البيوبيل يبقى واحدة كونستريكتر بيوبيلي مصل والتانية ديليتر بيوبيلي مصل في لهم صورة هنا ايوان طبعا دي ايي ايي صورة بتاعة الايي كويس Defender الصورة بتاع الايرس كده وكبرناها الايرس بتتكون من طبعا الايرس الايرس تحامها عاصل الت mounting surface وبص عن الايرس تتكون من نوعين من العضلات النوع ده العضلة كدة ده commentaires بيسموها radial muscle ودي طبعا اليس بية مصل يعني لما تنقبض كدا بتحول تفتح التمکل وتحول تفتح البيوبل دي دي طبعا نفتح اللجوة دي البيوبل كويس دي برضو دي مكتوب هنا البيوبل إذن لما تنقبض العضلة دي اللي بره اللي هي عاملة زي الريديال دي بتحول إن هي تفتح البيوبل فدي اللي بنسميها إيه اللي بنسميها ديليتر اللي بتضيليت أو بتفتح البيوبل في نوع تاني اللي هي العضلة السيركولر الدائرية دي الفايبرز ماشية بشكل السيركولر كده عشان كده يسموها سيركولر لما تنقبض بتديق يعيبقى لما بتنقبت كده علي بعضها يديق البيوبيل دي فده اللي بنسميه الكونستركتور المضيقه الكونستركتور بيوبيلي مصل كويس إبقى انا عندي ديه طبيعية النورمال لو ديه انتبضت اللي برا ديه اللي بنسميه الدى ل 커�term ده اللي بنسميها الديوليتر بيوبيلي مسل اللي هي بتبقى شكل ريديل ح didnt ذى الاشعة المنتشر شاية السموها الريديل بقى ديه بيسموها ايه البابلاري دايليتور مصر او الدايليتور بيوبل لماصر اللي بيسموها ثاني اسم اللي هو الريديال ريديال لان شكلها عمل زي الاشعة ويهي بنسميها دايليتور بيوبل لماصر لانها لما تنقض بتفتح البيوبل بتوسع البيوبل هنا لما انقضت اهيه انقضت كده فسحبت البيوبل عليها سحبت الاجزاء دي فوسعت البيوبل شوف hots Immort Miracle إزاي بما التنقض دي بتوسع البيوبل الفتحة طيب لما توسع البيوبل ده كمية الضوء اللي داخل العين تزيد طيب النوع التاني او العدلة التانية اللي بنسميها القونستريكتور بيوبيلي من اسمها القونستريكتور يعني القابضة او المضيقة والبيوبيلي يعني للبيوبيل ومصل يعني المصل لما تنقبد شوفنا انقبضت فدائت على بعضها كانت ديئت فشوف ديئت الفتحة اللي تيدخل منها الضوء فتقل الكمية والضوء اللي داخل ايه وظيفة دي اصلا يعني انا ليه حطيت فلسترومة بتاع الايرس عضلتين واحدة تقبر البيوبل فتوسع الفتحة كده بتاع العين بتاع البيوبل فيخش ضوء كتير واحدة تضيئها فيخش ضوء قليل قالك ده اختلاف الايه بسبب اختلاف كميته الضوء في المكان اللي انت عاش فيه يعني مثلا انت لو حضرتك كنت في مكان ضلمة في بيتكم او في السينما مثلا والسينما ضلمة اول ما تطلع برا وتخلص في المكان الجميل وتطلع برا ما تلاقي الشمس ضربة فكميته الضوء اللي باقت داخلها للعين كبيرة جدا فلو فضلت الايرس زي ما هي يعني كمية الفتحة زي ما هي مفتوحة زي ما كنت جوا في الظلمة كمية الضوء كبيرة هتخش جدا كبيرة وكمية الضوء الكبيرة دي هتأذي العين فمين اللي تشتغل هنا بقى اللي تشتغل الايه الديليتر الكونستريكتور بيوبل مصري بقى الكونستريكتور دي تشتغل واتضيئ فتحة العين فبحيس كمية الضوء تخشه قليل ما يخشه ضوء كتير جدا اللي هو بتاع الشمس فييئز العين طب كويس تيجي انت مثلا نسيت حاجة جوا السينما وعايز تخش الجبهة تاني والسينما دي طبعا طالما فتيجي حضرتك داخل اول ما تخش هيبقى كميته الضوء اصلا اللي موجودة في السينما قليلة وانت قافل الايرس خالص فانت اكيد مش هتشوف اي حاجة اول ما تخش كده تفضل يجروبها ساعة ما انتشاف حاجة ليه قالك بسبب ان دي دائت فمن اللي تشتغل عشان توسع الايرس ويدخل ضوء كبير وتقدر حضرتك تشوف بشكل طبيعي تبدأ تشتغل الديريتور بيوبيلي مصل لما الديليتور بيوبيلي مصل تشتغل تبدأ توسع الايرس بتاع العين ويبدأ كمية ضوء محترمة تخش فتقدر تشوف بشكل طبيعي وشكل كويس دي ليه موجودة اصلا يعني دي ليه البيوبيلي او البابيلاري مصلز دي موجودة هما اتنين الكونستريكتور بيوبيلي مصل والديليتور بيوبيلي مصل واحدة بتكونستريكت يعني بتديق البيوبيل يعني بتديق الثقب اللي بيخش منه الضوء بتاع العين وانا دي بتبقى تحصل امتا في الحالات ان يكون فيها ضوء ساطع او ضوء شديد جدا فهيأزي العين لو الدوء ده كله دخل فالعين تبدأ تعمل للكونستريكتور بيوبيلي مصل فتدخل كمية ضوء قليلة فما تقزيش العين طيب امتا تشتغل الديليتور بيوبيلي مصل عشان تفتح البيوبيل وتوسعه لما يكون كمية الضوء اللي دخله او انت رحت اتنقلت في مكان في كمية ضوء قليلة فانت محتاج ضوء اعلى من كده او محتاج تدخل كمية ضوء لعينك اكتر من كده عشان تشوف بشكل يعني واضح شوية فيديكتور تشتغل الديليتور بيوبيلي مصل عشان تدخل كمية ضوء محترم اتقدر تشوف بيه دي كانت الايه الاستروم يبقى الاستروم بتتكون من ايه زي ما قلنا لحضرتك هي لوز فاسكولر وقلنا فاسكولر لان الليرز دي ميدل فاسكولر لير هي اساسا فاسكولر سيادتك والايرز ده تركيبة منها او جزء منها يبقى لوز فاسكولر بيجمينتد وقلنا لازم تكون بيجمينتد عشان هي اللي بتدي لوني العين وهي اللي بتشفط ضوء زيادة او اي ضوء زيادة بتمتصه بتأبزوربت كويس وبالتالي ما ازيش العين كونكتف تشوف بيكونتين ايه كونستريكتور بيوبيلي مصل والديليتور بيوبيلي مصل ودول سموف مصل وعرفنا ايه وظيفتهم وشكلهم عامل ازاي في العين نليجي عند ده طبعا السترومة ده طبعا الشكل بتاع الاسترومة الادي ده المصل طبعا اللي هي بقى بنسموها provide ده طبعا ب soybeansه قطاع صغير فا مش موضح او شكل المسل كويس ده طبعا الايه الاسترومة نليجع عند البستيريور سيرفيفس ده القديم بالبستيريور سيرفاوس كيف تجده نقطعau بامالlevel لما نجي عنذ البستيريور سيرفيس اللي هو منجوه كده الاسيرففس البستيريور وهتلاقي من نعيم من البيجمينت تسل واللي هم بيكافرنج السيلياري باضي عند السيلياري بروسس ما نقللك ان الايرس بعديها على طول مستيرور يحتلق في السيلياري باضي الاكسبانشن اللي احنا كنا بنقول عليه السيلياري باضي ونازل من السيلياري باضي ده حاجة بنسميه كدا عاملة زي الصوابع بنسميه السيلياري بروسسس فبيقولك ان ال posterior surface ده بيكفر بنوعين من الخلايا او two مش نوعين هما two layers ماشي two layers of pigmented epithelium cell اللي هما continuous يفضلوا مستمرين مع ايه اللي بيكفرين السيلياري باري والسيلياري بروسس دول طبعا posterior surface اللي دي طبعا layer بس مش واضحة اوي والتانية دي الخارجة دي layer يبهم اثنين layer من ال pigmented cell عشان تبع واضحة اكتر دي بيكلم على posterior surface ده طبعا الiris ده posterior surface بتاع الiris بيقولك ان هو بيتكون من two layers of pigmented cell يعني layer وفقيها layer اثنين فوق بعض كده وبتكونتينوس مع السيلياري بادي يعني كمان بتبدأ تستمر مع اللي بتغطي السيلياري بادي والسيلياري بروسسس كويس يبقى ده معنى لايه الفكرة يبقى ده الiris ده anterior surface اللي هو بيبقى ملون ده بعد كده الجزء اللي جوه ده تلسترومة اصلا بعد كده السيرفس اللي هو ده هو posterior surface وبيقولي ان ال posterior surface ده بيتكون او فيه covered by two layers of pigmented cell with cells or two layers اللي هي بتغطي مين بتغطي السيلياري بروسسس والسيلياري بادي والسيلياري بروسسسس عشان انت بحضرتك فاهم اياه يبقى ده ال posterior surface covered by two layers of pigmented epithelium cell اللي هما كنتين واسمعين مع اللي بتغطي السيلياري بادي والسيلياري بروسسس كويس يبقى ده طبعا الشكل الرسمة بتاعتها ده anterior surface اللي بره مواجه ليه الضوء وده طبعا الاسترومة وده العضلات حاجة بنسميها وده قد يكون اللي هي السيركولر وده ال posterior surface اللي هو two layers two pigmented epithelium layer واللي بيكونتين يسمع مع السيلياري بادي والسيلياري بروسسس وده طبعا اللي اتكلمنا عنهم العضلاتين اللي موجودين في الايرس الconestrictor biopily muscle والdylator biopily muscle الفانشن باقي حضرتك عملت وقول ده الجزء ملون ده طبعا اللي هو واضح ده جزء ملون ده اللي هو بنسميه الايرس الايرس كويس وطبعا العضلات حتى حتلاقي ده العضلة ايه اللي هو الradial عم نزل اشعة كده كويس ده اللي ايه اللي بنسميها ال diylator biopily muscle وفيه شوية عضلات كده ايه اللي هما لفين دير ميدور قبل الثقب ده الفتحة ده اللي هي بنسميها ال biopily ده اللي بنسميه العضلة دي الconestrictor biopily muscle ما علينا ابقى وظيفة الايرس ككل يقول لك الفانشن بتاعت الايرس ان ال biopily muscle اللي هما الاتنين اللي كنا بنسميهم الconestrictor biopily muscle والdylator biopily muscle اللي عدنا عملنا عليهم فيلم دول بيكونترول size of the pupil طبعا هما لاما يوسعوا بيوسعوا size of the pupil بيكبروا size كده قولنا في العطمة عشان نخش كمية ضوء كبيرة فتقدر تشوف كويس او بيديقوا size بتاع ال biopily يعني بيصغروا حجمها وانها دي في الضوء الساطح في الضوء الشمس الساطح عشان يقللوا كمية الضوء اللي داخله عشان ما تقزيش العين يبقى هما بيريجيوليت يريجيوليت معناها يزود او يقلل او بيكونترول برضو معناها يزود او يقلل يبقى اللي هما اتنين يا برينز اللي هما الكونيستركترو بيوبيلي مصل والداليكترو بيوبيلي مصل دول بيكونترول او بيريجيوليت size of the pupil وبالتالي بيتحكموا بيكونترول برضا او بيريجيوليت كمية الضوء اللي داخله العين دي برضو ليه دي على حسب احتياجاتك انت ان في كمية الضوء سطعة شديدة بره في الشمس فانت حضرتك تقلل size بتاع البيوبيل وبالتالي تقلل كمية الضوء اللي داخله لان دي طبعا الفتحة الوحيدة اللي بيدخل منها الضوء كويس يعني دي الحاجة الوحيدة اللي بيدخل منها الضوء عشان تشوف فهي الفتحة الوحيدة دي تتحكم في دخول الضوء وبالتالي عشان تتحكم انت التاني في كمية الضوء اللي داخله يبقى تحطة لها عضلتين CONSTRICTOR بيوبيل لي مسال و ببيوبيل لي مسال عشان تريجيوليت او تكونترول size بتاع البيوبيل وبالتالي تريجيوليت او تكونترول amount of light اللي داخل العين فما تبقاش كبيرة جدا تئزي العين وما تبقاش أليلها جدا فما تقدرش تشوف كده ان انت تتتظبطها على حسب كمية الضوء دي أول وظيفة بتكونترول size تاني حاجة بيقولك ان البجمينتد ابثيليام اللي احنا عملين قولت ده ده كافرد باي اج بجمينتد سيل يعني فيها بيجمينتس وقلنا طبعا ان السبب الرئيسي لللون بتاع العيون والحاجات الجميلة ديتي الايه البجمينت اللي موجودة فيها يبقى تغير لون العيون نتجة للتغير الكنسانتريشن بتاع البجمينتد ابثيليام سيل اللي موجودة وكمان ان البجمينتد ابثيليام سيل او البجمينت اللي موجودة دي هي بس مش مصنوعة ومش موجودة في العين عشان تدي ايه الالوان الجميلة للعيون دي ونوع بقى تحد لونه عينيها خضرة ولون عينيبها نفسيجي والكلام ده لا هي مصنوعة عشان وظيفة اهم ان البجمينتد ابثيليام سيل دي بتبلوكس الباسج اوف اللايت اكسبت ثروزا بيوبل يعني ما بتسمحش بالضوء انه يحدي يعني لو شوية ضوء ووقعه هنا كده على الجزء ده اي جزء مجزء بتاع الايرس ما بيقدرش يعدي لانه فيه بيجمينت سيل اللي بتبلوكس وبتمنع وبتبريفنت وبتأبزورب اي ضوء وبتمنع ان هو يعدي لخلال الضوء العين من جوه الضوء الوحيد اللي يعدي هو اللي يقع على الايه على البيوبل على الفتحة دي كويس يبلق بيجمينت دي بثيليام سيل دي رغم ان هي كمان بتدي الضوء ودي بتدي الشكل بتاع العين ودي حاجة جمالية يعني وهي كمان الوظيفة الاهم طبعا الشيء الفانكشن بقى المهم للعين ان هي بتبلوكس او بتبريفنس الباسج بتمنع مرور اي ضوء يعني اي ضوء يقع على الجزء الملون ده ما يعديش اللي يعدي الوحيد اللي هو هي اللي يقع على البيوبل ثلث حاجة البيجمينت دي سيلزة او في الاسترومة احنا طبعا قلنا ان الايريس دي بتتكون من ثلاث اجزاء استرومة وانتيور سيرفس و بستيريور سيرفس يقولك ان البيجمينت دي سيل اللي كلمنا عنها في الاسترومة بتبقى حضرتك احنا كلامنا على ستين الف مرة وقلنا ان الموجودة في الاسترومة هي الي مسئولة عن الكالور او الي بتدي لون العين واختلاف الالوان بسبب اختلاف الصبغة بسبب ويختلف الـ concentration بتاع الصوغة وليس الصوغة يبدل تلات وظائف بتاعة الـ iris هن هي بت control أو بت regulate size بتاع البيوبل وبالتالي الأمون بتاعته الضوء اللي داخله من البيوبل بتمنع أي ضوء ان يخش من خلال الـ iris والضوء الوحيد اللي بيبقى على البيوبل هو اللي بيخش الـ pigment كمان اللي في استرومه هي اللي بتديك الـ color بتاع العين زي ما هو وضح كده اللون الجميل ده دي كانت الـ function بتاع الـ iris في تطبيق على الـ iris ده بيقولك ان في ناس انه بنسميهم الـ alpinism الـ alpinism او الـ alpino يعني الـ alpinism دي مصطلح كده مرض كده كويس اما الـ alpino ده الراجل يعني البنت دي نسميها alpino يبقى in alpinism المصطنع pigment is present in the iris يبقى في الـ iris ده ما بيكونش فيه pigment تعرف انت الـ pigment says اللي موجودة ده مش بيكون موجود فيها pigment وبالتالي بتظهر يعني حد يقولك الـ pink الواضحة اللون العيون بتاعتها بتاعتها دي تي بحمره شوي ما يليق الى لون الحمر وفي الناس كمام بتيبقى حمره جدا بس دي مش واضحة اول لانها مش معربة الصورة مش معربة على عنية كويس فلون معربة بيقولك ان الـ alpinism ده اول ما تشوفت لقيه احمر جدا بتلاقي لون pink كده اوكي ليه بقى اللون البنك ده اولا حمر قالك لان الـ iris دي مفهاش الـ pigment cell عشان تعرف اهمية الـ pigment cell الـ pigment cells دي مفيش فيها pigment cell في حالة الناس الـ alpinos دي بحالة الـ alpinos المصد not pigment او ممكن تبقى قليلة شوي يبقى ممكن تبقى قليلة او ممكن تبقى مفيش خالص pigment is present in the iris طيب ايه المشكلة يعني حضرتك المشكلة كبيرة جدا ان احنا قلنا ان مفيش ان الـ pigment دي بتمنع مرور الضوء من خلال الـ iris وما بتسمحش بمرور اي ضوء الا اذا يمر من خلال الـ pupil pass هنا بقى لما بيكون مفيش pigment الضوء يقدر يعد من اي حتة فيجي لها ضوء زيادة على العين فلما تطلع في شمس ولا حاجة الضوء الزيادة دي يأزي العين وبالتالي بيجي بقى مع مشاكل في العين مشاكل رهيبة يعني بتأزي العين اذا عشان تعرف اهمية الـ pigment يبقى الـ alpinism ده المصطق no pigment مفيش pigment او قليلة is present in the iris طيب المشكلة اللي نتجع عن كده ايه سيادتك ان ضوء بكمية كبيرة هيخش هيزي العين ويقولك ان الـ pink color اللي انت بتشوفه بتاع الـ iris ده ده بسبب الـ reflection of light from the stromal blood vessels لان احنا قلنا ان هي فيها blood vessels كتير فالـ light لما بيخش بيحصله reflection على الـ blood vessels فابتظهر باللون الـ pink او اللون الاحمر ده وعلى فكرة الناس دي كمان بيبقى عندها مشكلة في الصبغة بشكل عام في جسمه كله في الـ hair في الشعر تلاقي شعره مبيض نفيش pigment ماشي ما هو شعر الاسمر ده او الالوان بتاع الشعر ده نتيجة لوجود pigment معينة لما الشعر يبيض بيعرف ان الـ pigment اللي موجوده في الشعر ما بقتش موجوده كويس وكذلك الجلد تلاقيهم ناس بيت جدا وجارين كده جدا ده نتيجة لعدم وجود الـ pigment ويه كذلك في الـ eye ولكن المشاكل القبرى بتيجي نتيجة للـ eye او نتيجة ليه عدم وجود الـ pigment دي في الـ eye فزي ما قلنا الضوء في النور السطح كده بيخش كميات كبيرة لان ما فيش حاجة بتمنعه من الدخول الـ pigment اللي كانت في الـ eye رس اللي كانت بتمنعه ما يدريتش تمنعه لانها مش موجودة اصلا كويس فبيبقى فيه مشاكل رهيبة في العين دي كانت الـ eye رس ودي البنت اللي عندها البينو اللي زي ما واضح كده الـ pink color في عينيها او في الـ eye رس بتاعتها وفي شعرها طبعا وفي الجلد وكل حاجها دي الـ albino او الـ alpinism اللي تطبيق على الـ eye رس نيجي على التركيب الثاني اللي هو بنسميه السيلياري بادي السيلياري بادي طبعا حضرك عارف ان زي ما قلنا دي الـ eye رس ودي السيلياري بادي الـ expansion ده عبر عن سيلياري بادي وبينزل منه حاجة بنسميها كده finger like projection projection شبه الفينجرز الصابع اللي هي بنسميها السيلياري بروسس السيلياري بروسس دي بنزل منها خيوط كده او لجمس بنسميها الـ suspensory ligament لانها بتـ suspens بتعلق الـ lens عن طريق ان هي بتمسك فيه lens capsule حلو او عشان ننهي كده وناخد قلاصة يعني في في السيلياري بادي ده حضرتك عايز تعرف ان السيلياري بادي دي عبارة عن expansion في سيلياري بروسس السيلياري بروسس ده بيطلع منه ligament و السيلياري بادي دي سميناها سيلياري بادي لانها فيها مصص بنسميها سيلياري ماصل بس بدي المعلومات اللي حدرك هستعرفها عن إلي إيه السيلياري بادي وقتر بقيه عشان تدر تلميه فيقولك ان السيلياري بادي دي حضرتك It is represent anterior expansion يعبر عن expansion من الكورويد يعني هي anterior expansion of الكورويد هي السيلياري بري It's formula of loose vascular خلاص بقى احنا احنا قلنا ان التلاتة بيتك او ما تيكتل كلب يقولك loose vascular connective tissue طب يا عمشة كريم احنا اعيلين اصلا ان دي الميدل vascular فاي جزء منها هيبقى vascular طيب يبقى دي formula of loose vascular connective tissue trauma by containing pigment cells يبقى هي عندها pigment cells وعندها elastic fiber دي وعندها ciliary muscle اهم حاجة فيها هي الايه هي ciliary muscle يبقى بتحتوي على ايه على pigment cells زيها زي بقيت قريبها احنا لما جينا اتكلمنا عن ال iris كان فيها pigment cells اش معنى ciliary body فلازم يبقى فيها الثانية pigment cells وان فيها ان هي vascular لان اللير دي كلها vascular اصلا واهم شيء فيها اللي هو ciliary muscle اللي جاي على اسمه وسميناها ciliary body نظرا لوجود ciliary muscle فيها وطبعا فيها elastic fiber عشان تديها نوع من الاستيسيتي كده تبقى مارنة شوية طب كويس it is covered by ciliary epithelium حتى ال epithelium اللي بيغطيها كمان سمينا ciliary epithelium يبقى ciliary body جوا ciliary muscle وبيتغطى بال ciliary epithelium ده كلام جميل خالص which is formula of two layers of low columnar cells اللي هو بيتكون من two layers لما عن inner surface او اللي بنسميه posterior surface بتاع الايرس وقلنا بيتكون من two pigmented layer نفس layer اللي اثنين هم هم عبارة عنه formula of two layers of low columnar الاوتر بتبقى pigmented layer الاوتر بتبقى pigmented فبنسميه الاوتر pigmented layer بتكفر ال connective tissue والانر بتبقى نان pigmented layer is on the surface كويس بنا عندي السيلياري body الخلاصة بتاعته ان هو vascular والاسترومة بتاعته فيها pigment cell و elastic fiber وفيها السيلياري body وبيحط بايه بالciliary epithelium السيلياري epithelium السيلياري epithelium بعبارة عن two layers of low columnar الاوتر بتبقى pigmented layer وبتكفر ال connective tissue outer pigmented والانر بتبقى on the surface ده السيلياري body دي طبعا رسمة بتاعتها ده السيلياري body اخدنا section كده قطع فيه فده طبعا ال projection او الخارجة اللي هي طبعا ال projection دي هي دي وده طبعا الجزء بتاع السيلياري او expansion يبدأ السيلياري عبارة عن ايه؟ عبارة انه فيه سيلياري muscle والسيلياري muscle دي هنعرف انه منوعين حاجة بنسميها circular يعني دائرية زي موضحة كده حاجة بنسميها رية دي اللي عاملة زي الاشعة زي الشعاع كده بنوعين من المصل كويس المهم يعني هي بتحتوع على ايه؟ على السيلياري muscle اللي سيليك سميناه السيلياري body وبتكفر ده باي ايه؟ باي ثيلياري ابسيليام طيب الثيلياري ابسيليام ده كم نوع او كم layer هم اتنين layer زي مواضح كده اللير الصمرة دي اللي جوه اللي هي هنا واللير الحامرة اللي هي خارجية اللير ال inner بتبقى inner non-pigmented والاوتر بتبقى outer pigmented يعني الحامرة دي بتبقى pigmented فيها pigmented وال inner طبعا بما ان هي جوه فمش محتاجة pigmented يعني فبتبقى رب pigmented كويس كويس يبقى ده طبعا انسيلياري body هو expansion من الكرويد بيتكوى ان هو vascular واللستروم بتحتوى على pigmented وسيلياري muscle دينه عين ان شاء الله حاجة بنسميها circular كده دائرية حاجة بنسميها radial يعني شبه الشعاع طويلة كده وفيها elastic fiber عشان elasticity وبتكافر بالثيلياري ابسيليام والثيلياري ابسيليام ده عبر عن two layer وفي اللوكلامنر الاوتر بتبقى pigmented والانر بتبقى non-pigmented layer on the surface طيب يعني احنا كده عرفنا ادي ادي هي بتتكون من two واحدة الاوتر layer بتبقى pigmented والانر layer بتبقى non-pigmented وبتحتوي على pigment cell وبتحتوي على elastic fiber وحاجات جميلة خالص طيب وقلنا اهم حاجة ان هي بتحتوي على Ciliary muscle قلنا ان Ciliary muscle زي ما هو واضح انه لاما circular زي الدوار كده لاما radial اللي هي الطويلة دي ومازال اشعة كده radial يبقى اذا عندي Ciliary muscle هي نوعين لاما radial لاما circular نيجي بقى عند اهم حاجة وهي Ciliary muscle يبقى تزمين muscle for the accommodation يبقى هي المصل الاساسية اللي بتتعمل او وظيفتها بتعمل accommodation واكموديشن يعني انك لما تيجي تقرأ يعني حاجة بيسموها نير ريسبونس يبقى الاكموديشن دي بيسموها نير ريسبونس في الفيسيولوجي لما تيجي تقرأ حاجة قريبة جداً بيحصل في العين تغيرات التغيرات دي بنسميها او نير ريسبونس او نير ريسبونس ده السيلياري مصل بنوعيها السيركولر والرادية السيلياري مصل يبقى السيركولر مصل او السيركولر والرادية السيرياري مصل دامين مصل فور الاكموديشن اللي بنسميها الني ريسبونس اللي بنسميها السيركولرНАЯ إلي متنوس سيركولر مصل في سيركولر سيريري مصل سيركولر سيريري مصل السيركولر والرادية السيركولر بين المصل إلي أن السيركولر بيلي شكل دائري تحقى سيركول دائريكشن أما رايدちゃن بتبقى رايد Sch Kahven ده كانت المصل الى اتفقنا عليها زى ما اقولنا هنا هذه الي كنا فننةpoxى بالنبه نتيبا على ص Angry Process ايه بقى فكرة صى بقى صى الى صى للقينا Pas senatorsى خالي عمله زى ال الؒاز الروم عباره عن دولول او زوائد شبه الصوابع فروم الميدال صايد off السيلياري بادي طبعان هي من الميدال صايد معظنا لما نيطي هنا كده من جوه الميديال صايد بتاع بتاع الشيلياري بادي السيلياري باضي اتلق لان الميدال صايد بتاعه طلع منه طلع منه يبقى فين جارالها من الميدال صايد بتاع السيلياري باضي Prepare to senso根 advisory لما قلت لك اختار منها او Accepted ليها او B마ndd اباوين ديها suspensory ligament وقلنا ligament يعني ربطة لانها بتربط اللينز بخلال السيلياري بروسس يبقى هي بنسميها suspensory ligament لانها بتعمل suspension او بتعلق اللينز في position بتاعها فبنسميها suspensory ligament اللي هي الحاجات الصغيرة of the ligament وزي are covered with ciliary epithelium برضو يبقى زي ما قلنا ان ciliary body covered by ciliary epithelium كذلك الامر ciliary process covered by ciliary epithelium وكذلك برضو finger lag projection اللي بنسميهم suspensory اللي بيطلع منهم suspensory ligament covered by ciliary epithelium وبيكون تين mini capillary loop وبتحتوي على capillary loop يعني يحتوي على blood vessels دي فكرة capillary loop كويس يبقى ده ciliary body ده من الحاجات الكبيرة في في ال eye هو عبارة عن ايه عبارة عن anterior expansion بتاع الكروير بيتكون من ايه هو بيتكون من loose vascular connective tissue stroma في bigment cells طبعا ويبيبقى في ال الastic عشان ال ال الasticity والمرونة وال ciliary muscles وقلنا دي اهم حاجة اصلا فيه ciliary muscle اللي بتعمل لي حاجة بنسميها ايه بيتكون من ايه ciliary muscle ciliary muscle حلو بتكفرد باي ciliary epithelium هو اسمه ciliary body فبيقفرد بصياري epithelium وصياري epithelium دول two layers layer outer بنسميه outer pigmented layer والinner اللي بنسميه inner non pigmented layer ciliary muscle زي ما كلمنا قلنا مسؤوله عن accommodation او near response اللي هو near reading يعني ودي بتتكون من اثنين حاجة راديال سيلياري مصل والسيركولر سيلياري مصل لان اختلاف في الديريكشن بتاعه وبعد كده يطلع عن منه السيلياري بروسيس قلنا ده فنجر لايك بروجيكشن بييجي من الميدال سايل افزا سيلياري بادي بيبقى التاشل للساسبنسوري ليجامن والساسبنسوري ليجامن ده اللي هو بيمسك فيه اللينز كابسول عشان يكيب اللينز ان اس بوزيشن وزي اركافرد بي برضو بالسيلياري اباثيليام وبكونتين كابيلاري لوب او كابيلاري او بلاد فيسز يعني ودي طبعا الصورة للمرة المتين تقريبا بتتعرض بالتلاتة ليرز بتاعتهم دي الكروي طبعا ودي من هنا السيلياري مصل دي السيلياري مصل دي السيلياري باضي اللي جواه طبعا السيلياري مصل وده طبعا الايرس طيب احنا احنا اخذنا الايروس واخدنا السيريا ري مصر يفضل لناه? dengan السيريا ري مصر وي risking ايه الفلونشن بتاعته اول حاجة كنا ايه هي الإكوموديشن يعني لدي دي أو بتسموها elnear vision باي سيليري مصل يبا احنا قلنا ان السيليري مصل بنوعيها � Areaديال سيليري مصلeschي و التنين دول المسئولين الاساسيين عن ال اكوموديشن او الر fueronShocknamed cellular تكوين الاكواس هيومر طبعا عشان احنا اول ما خدنا العين قلت لحضرتك ان هنا دي الكورنيا وما بين الكورنيا والايرس ده اللي كنا بنسميه الانتيريور تشيمبر وما بين الايرس واللينز ده اللي صغير قوي قوي ده اللي كنا بنسميه البوستيريور تشيمبر وقلنا ان فيه في الانتيريور تشيمبر والبوستيريور تشيمبر سائل زي المية بنسميه اكواس هيومر اكواس هيومر من اسمها كده يعني سائل زي المية جهنم. مين بقى اللي بيصنع ده. قالك هوSLC . السلراي بروسس دي اللي موجوده هنا ده اللي بتصنع ده وترميه هنا او تصبه هنا في البستيرو تشيمبر عفوا وبعد كده يمشي من البستيرو تشيمبر الى الانتيرو تشيمبر عشان يحصله في الكونالوف الشلم وبعد كده على الروز زي ما تكلمنا عليها قبل كده بشكل سريع يعني. اذا يبقى هي بتعمل formation of the Equus Humor و قولنا Equus Humor يعني سائل وا Equus يعني شبه المياه Equus Humor يعني سائل شبه المياه ده المسؤول عن تكوينه By non-pigmented epithelium covering of the Ciliary Process اللي بيعمله هي Ciliary Process طبعا احنا هنا جينا ادي Ciliary Process خدنا منها Section وقبرناها ادي Ciliary Process وطبعا هنا دي الائرس ده Ciliary Process اللي اتكلمنا عنها واللي بيبقى طلع منها اللي بنسميها Suspensory Ligament اللي بت Suspense Lens الحتة دي هي الايه؟ هي Lens كويس؟ طيب خلينا دلوقتي في Suspensory في Ciliary Process قلنا ان Ciliary Process بتتغطى او بتcovered by two layers الليير الخارجية بنسميها ال Pigmented Layer والداخلية اللي بنسميها Inner Non-Pigmented Layer طبعا فكذا فبيقولك ان ال Inner Non-Pigmented Layer وفي ال Epithelium دي هي اللي بتصنع ال Equus Humor دي اذا يبقى مين اللي بيصنع هي Inner Non-Pigmented Epithelium بتاع Ciliary Process يبقى تعرف ان Ciliary Process هو اللي بيصنعه على واجه التحديد ال Inner Non-Pigmented Epithelium Layer هي اللي بتصنعه وبتصنع ايه اللي هو ال Equus Humor بعد ما يتصنع هنا بيخش طبعا هنا اللي هي بنسميها ال Anterior Chamber اللي هي طبعا هنا ما بين ال Iris وما بين ال Lens دي بنسميها ال Anterior Chamber بعد ما يجي كده من ال Anterior Chamber ويعاد من ال Iris اللي هي الفتحة ويروح ويخش على ال Anterior Chamber ويخش على ال Anterior Chamber وزي ما قلنا بيتصفة عن طريق ال Trapicular Meshwork اللي اخلناها الفتحات الصغيرة دي كلها اللي بتؤدي في الاخر الى فتحة كبيرة او قناة كبيرة اللي بنسميها ال Canale Fush Lim ال Canale Fush Lim ال Canale Fush Lim اللي بتبدأ تاخده ويتوديه لل Venus ده كان ال Function بتاع الايه بتاع ال Ciliary Body وال Ciliary Process تقول Ciliary Body جوا Ciliary Muscle بتعمل لي Accomodation وال Neurovision نهايته Ciliary Process بتعمل لي AQUOS Humor ده كان ال Function بعد ما يجي عند اخر حاجة وهي الكوروي طبعا عرفنا ان دي الكوروي كويس دي ايه دي الكوروي تحتيها ريتنية يعني دي الكوروي وتحتيها على طول ريتنية ودي البستيروبارت اصلا يعني الكوروي بتبدأ من اول هنا كده البستيروبارت بتاع الايه كويس الكورويس دي برضو هي نفس الفكرة لان احنا قلنا احنا اصلا في فأي جزء منها يبقى فأي جزء منها يبقى وكلهم بيبقوا يبقى عند لما تكلم على لازم تعرف ان كلهم وكلهم فيهم يبقى لسا شايفين الكلام ده ان حضرتك اول ما تقشر من برا هتلاقي اول ما تقشر القوروي هتلاقي الريتنا وبتوين الريتنا وبتوين الاسكيليرا طب كويس الاسكيليرا للحماية من برا وبعد كده الكورويد للتغذية وبعد كده الريتنا للوظيفة بتاع الايه اوت انواردس يعني بتتكون من الخارج للداخل حاجة بنسميها سوبرا كورويدا لامنة من اسمها الكورويد يعني الكورويد ليه مو سوبرا يعني مقفقيها لانه الحاجة الايه الاوتر ليه سوبرا كورويدا لامنة كوريو كابيلاري لمنا اللامنة يعني طبعا كوريو كابيلاري كوريو جاي من الكورويد يعني كابيلاري يعني الكابيلاري بتاع الكورويد اللامنة يعني اللامنة عشان يشوفوا دي شكل الايه اذا اخذنا طبعا مرسوم اذا اخذنا من بره الجواهده طبعا من بره يعني هنا كده الاسكليرة من بره اذا اقشنا الاسكليرة دي هتلاقي تحتها هتلاقي تحتها الحتة دي اللي هي بنسميها القراي القراي دي بقى اجزاء حاجه بنسميها السوبراكورويد اللامنة دي السوبرا كورويدا اللامنة بعد كده الجزء بقى اللي هو الملون ده اللبن ده كله اللي بنسميه الكوريو كابيلاري لامنة وبعد كده الخطين الصغيرين دول الخضر ولا الزرق دول هم دول اللي بنسميهم البراخس او البراشز ميمبرين اللي تحت الخلال الحمرة دي كويس اللي تحتيهم الخطين دول هم البراخس ميمبرين يبقى انا عندي الكورويد عبارة عن 3 لير اساسيين او 3 اجزام مش هنقول لير ماشي السوبرا كورويد يعني ما فوق الكورويد وبعد كده الكوريو كابيلاري لامنة ومن اسمها كده يعني اللي فيها الكابيلاري حتى الكابيلاري باينة الكابيلاري باينة وحاجات جميلة خلص وبعد كده البراخس او البراشز ميمبرين ودول طبعا الخطين اللي هم هم طبعا مش خطين الخطين واللي بينهم دول طيب ليجي عنده واحدة واحدة اول جزء اللي هو بنسميه السوبرا كورويدا اللامنة سوبرا كورويدا اللامنة قولنا لامنة يعني لير او طبقه سوبرا كورويدا يعني اللي فوق الكورويد على طول من بره وفورميد اوف كونكتف تيشو بيبقى لتشي من الاستيك فايبر عشان تبقى يعني فيها الاستيسيتي وبيجمين تسيل قولنا طبعا ديشي اساسي اللي فيهم كلتهم بيجمين ساز وفايبر بلاست وماكرو فيج يبقى هي فيها اربع حاجات حاجة بنسميه ايه اول حاجة الاستيك فايبر فايبر بلاست بقى الفابرو بلاست عشان بتصنع 숨جل الاسطيك فيبر تجمعه مع بعض يوم فابرو بلاست وتصنع ليه بمه بعد كده ماكروفيتش عشان تعمل حماية لا uh مايره بحاجة خريبة تاكلها ماكرو فيج Lil حماية والميونوتي وبج ده خريد ال suبر كورويدع المهم fonction دي ده سور taste as texts ثacia مثل سو tengo واضح كده هتلاقي فيها بقى و ماكروفيج وبجميت بامنا. نجح نجح عند بعد كده اللي هي كاريو كابلاري هي لامن امني اعني لير و كوريو جام الكرويد و كابلري اعني الكابلري يعني الكابلري الweigh الاساسية او الرئيسية بتاعة الكرويد الليير دي هي الا ايه formula of finisterated she in Austin و pirnisterated يعني كابيلر مشيه وفيهه خرام ليه عشان تسمح بالتبادل من المواد الغذائيه اللي في الدم ومبين اللي بايه الحاجات الي حوالين الكابيلر دي عشان إيه تتغذي كويس يبقى ما تتكون من إيا برينس انت م يسميه Kindi عشان تسمح بالتغذية وبأس الس {\ Athletic إني وعشان تسبح بالتغذية تقول لي شماعنا هي بتغزل الاتين إذ راتين بس لا هي بتغزل الحاجات كلهاossen بس بمأن الاتين اهم بتركيب في الآية فهنا لازم قلدك إيه عشان تغزل الاتين أنا عمل الآية كلها و التركيب في كلها عما يجب هل اشان الاتين حيشان الاتين هي للشغل الأساس والرئيسي بتاها الهش يقترر أتمنى لازم متبارة بإحد راتين تبك في القريو كأرسي هي بتتوان من البطاعة والإذ spelling و المعد بالطبع من مجلد عليها طيب انت ليه بتقول الاوتر بارد افزا ريتنا قالك عشان انت زي ما حضراتك شايف ده الكوريو كابيلر ده الجزء اللي فيه ده قولة الكوريو كابيلر ليه في بلات فيسلز بقى وفين وحاجات زي كده ده ده بلات فيسلز طبعا اللي فيه اكسجينيت البلات وده في دي اكسجينيت البلات عشان يغز الاوتر ليه قالك اصل الريتنا هنا الجزء ده الريتنا بتركيبها بقى من جوه ما احنا جئين من بره الجوه وبعد كده خلنا الكوريو وبعد كده الريتنا منجوب هو لما بيغزي بيغزي الريتنا طبعا بتتكون من طبقات كتيرة جدا يعني تعريب عن عشر طبقات اصلا فهو بتغزي بتغزي اللي تقدر عليهم الجزء اللي برا ده كويس اللي هو بنسميه البر اللي برا يعني يعتبر اوتر فهي بتغزي جزء خاري فده ده اللي خلانا نقول ان هي بتغزي الاوتر بارد اف ذا ريتنا لان طبعا حضرتك لازم تتخيل ان هي ده الايه ده الكوريو هي بتغزي الاوتر بارد يعني منبراين هو عبار عليه عن السيلولولار مبراين يعني مبراين مش في اي سيلز هو السيلولار يعني مش موجود في خلايا ميمبرين فورمال of 5 ليرز 5 ليرز كده من الفايبر وكلام ده اول لير اول الاوتر بنسميها الاوتر is the basement membrane للكوريو كابلاري يبقى هي بنعمل الاوتر ده عبارة عن basement membrane وقلنا basement membrane يعني membrane تعد عليه كويس زي الباس كده تقعبه يعني هتعد عليه basement membrane 4 الكوريو كابلاري احنا قلنا دي طبقة الكوريو كابلاري بنجي نتكلم على الخط الاولاني ده اللي خضر ده ده هو ده الايه ده basement membrane اللي البرخص membrane عمله ك basement membrane للكوريو كابلاري باول واحد الاوتر most membrane هو basement membrane للكوريو كابلاري طيب ال inner بقى ال inner اللي هو داخلي خالص ده برضو basement membrane بس لل retina basement epithelium لل retina basement epithelium يعني خالية كده من ال epithelium او تركيب من من تركيبات ال retina اللي بنسميه البجمينت د 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 ايه لنفسك هي هي خذ點 او بيضيا يعمل بيضا للكوري كابيليري هو الخط podeyor نتبقى عنه بيضا الي أ autre يبقى ده ال temern basement membrane بالغرب layer واخدنا واحدة inner muscle basement membrane lead written pigmented cell يفضلك ثلاثة اللي هما في المص بقى اللي كنا بنقول عليهم الفيت دول يبقى the middle three layers are two collagen layers يبقى the middle three layers دول عبارة عن two collagen layers عبارة عن اثنين layers of collagen with layer of elastic كويس يبقى الثلاثة layer اللي بقين عبارة عن اثنين layer من الكلاجين وواحدة layer من الايه من الالاستيك طب حد يقول لي ليه قالك الكلاجين عشان تدي حماية والالاستيك عشان تدي الالاستيسيتي والمرونة يبقى لازم يكون الحماية اشد من النرونة كويس يبقى middle three layer اثنين collagen وواحدة واحدة elastic in between them كويس يبقى دول ايه دول اللي احنا قلنا عليه اللير البدا دي 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 مش لير واحدة دي تلاتة بتتكون من ايه بتتكون من اثنين collagen وواحدة fiber واحدة elastic من اثنين collagen bundle او collagen fiber وبتوين them بتوين الاتنين دول هتلاقي في واحدة elastic fiber وبقولك من البراخس membrane ده بيأكت ازا retinal barrier كويس يبقى البراخس membrane ده بيعمل كretinal barrier barrier يعني حاجز او او حاجة تحمي يعني وريتنا للريتنا يعطيب هو حاجز للريتنا او بيحمي الريتنا من ايه as it limit the entrance of macromolecules من الكوريو كابيلر عارف الكوريو كابيلر دي الكابيلرز الفنستريتد المخرامة اللي فيها بلد اللي فيها البلد دي اللي بتغزي الاوتر بارتوفز ريتنا من اللي يحمي الريتنا بقى من الدم زي ما قلنا ان الريتنا دي حاجة نيرفوس يبقى نيرفوس تيشو يعني حاجة حساسة حاجة تبع الجهاز العصبي فهي حساسة فلو بقى فيها اي فيروس او اي حاجة ضارة بنسميها باثوجين في الدم ده وقدر ان هو يوصل للريتنا بسهولة وممكن يسبب لك عمل فعشان كده بدأ يعمل البراخس ميمبرين ده او البراخس ميمبرين ده بيعمل كريتنا البرير كحاجز قواقي كحامي للريتنا as it limit the entrance of macromolecules الاجزاء الكبيرة او الباثوجين من الكوريو كابيلرز الى الاوتر بارتوفز ريتنا بما انه في اغزين يبقى ده كان الكورويد قلنا ان الكورويد عبارة عن ايه عبارة عن باجمينته فيسكولولةلي خلاف العلديةي وهو بيتمين الريتنا والسكلييرا تمام يتكوى من الكوريو من السوبرا كورويدة طبعما لاسطم اسطين conclusكم بعدكده الكوريوكابيلرز لدي في الباتвойساس عشان تخزينيه الاوتر بارتوفيت ريتنا بعدكده البراخس ميمبرين اهم واحد وهو اهم وظيفة لي ان هو بيعمل كريتنا البارير براخس ميمبرين ريتنا البارير والتركبات بتاعته ودي طبعا صورة بتاعته اللي قلنا اول حاجة هنا دي جزء الاسكليرا لو شلتها كده هتلاقي بعدها السوبراكورويد البارت بتاع السوبراكورويد ده بعد كده هتلاقي هنا الكوريو كابيلر اللي فيها الكابيلاريس سواء كانت الارتيريال بلات سابلاي او الفيناس بلات سابلاي الاكسجيني تدود دي اكسجيني بنسمها وحاجات زي كده بعد كده برخص ميمبرين بالليارز بتاعته كويس الخامسة لير بعد كده طبعا اللي هو ريتنا اللي هو جزء من ريتنا طيب يبقى احنا كده كلمنا النهاردة عن الاي عن الكورويد والكورويد ده زي ما هو واضح كده او كلمنا عن بشكل يعني عام كلمنا عن الميدل فاسكولر ليريبقى الميدل فاسكولر لير اللي هي دي لو جينا جبنا العين زي دي كده حضرتك وش التها وقشر له جزء اللي بيدها جزء اللي بيدهاس كدير اشرته هتلاقيه تحتى مين الكورويد او هتلاقيه تحتى بشكل عام فيلي الميدل فاسكولر لير اللي هي بتتكوان من تلات حاجات الكورويد واتكلمنا عنها بالتفاصيل وهتلاقي فيها اكسبانشن من قدام كده اللي بنسميه اور هتلاقي في حاجه كده الملونة اللي هي بنشوفها طبعا اللي بنسميه العيرس دول التلات تركيب بتوع ال buenasي كورويد هي فاسكولار يعني بتغذي لذلك سمينا كورويد وسيلياري بادي والآيرس أهم حاجة حضرتك تعرفها النهاردة هي هي السيلياري بادي السيلياري باضل اللي بنسميها الكونستريكترو بيوبيلي مصل والديليترو بيوبيلي مصل بنوعها السيركولار والريديال اللي بتعملي حاجة اسمها ميوزيس وميوزيس يعني تضيق حضكة العين وميدرييزيس يعني توسع حضكة العين كويس كويس وشكرا